موسيقى هتأكلني النهاردة النهاردة عم ساعتك عندي النهاردة طاجن فريك مدفوس فيه كرات لحمة الطاجن ده من صعيد مصر فريك مدفوس فيه طب يلا أولا حضرية كتندم احنا بنجهز اول حاجة الفريك بتاعنا المكونات بتاع الطبع بتاعنا فريك الاول لش مادة دهنية زيت سامنا بلدي فريك طماطم فريش بصل معجون طماطم ملح فلفل بهارات مشكلة رش الجسط الطيب المقادير نزل على الشر تمام ساعتك اول حاجة حضرية كنبتدي بالمادة الدهنية علشان انا اشتغل في الفريك بتاعي الفريك ده برضو معلومة عنه انه هو اساسا يعتبر الامح بس الامح الاخضر انت حط زيت الزتون لا بحط حضرية كنا بستعمل زيت الزتون في الطبع ده لان الطبع ده مصري صميف بستعمل فيه زيت وسامنا بلدي سامنا بلدي لحيطها بتظهر معايا هي بعد كده بقوم منزل معايا البصل بتاعي البصل بتاعي اول ما بينزل كده هوت تشوحة تشويحة اللذيذة بتاعتنا اللي احنا مقتدين عليها كلنا اي بيت في صعيد مصر او في ريف مصر وانت معايا من جنبه لازم بتشمي فيه سميحة السامنا البلدي ليه لان هو ده خير بلدنا وهو دي الطعم والريحة الجميلة بعد كده اديك معلومة صغيرة يا دكتور عن الفريك الفريك ده حضرتك يا فنم هو الامح بس بتقطف وهو اخضر بتقطف وهو اخضر بيدخلوا في مكانة بيجرشوه وبعد كده بيعملوا له طريقة انه هو يحاول انه هما يدخنوا يعني ايه يولعوا عيدان كده من الاخشاب او من الحطب وبيحطوه معاه فبيديله طعم فده الفريك اللي هو بيبقى الامح الاخضر بعد ما البصلة بتاعتي اتحمصت بنزل عليها بالفريك وبعد كده برضو بقلبه باخد معايا المعلاقة بتاعتي ميزة اي اكلة مصرية احنا بنحب واحنا بنعمل الاكل بتاعنا ان احنا نتكلم معاها نكون مبسوطين مبهجين سعداء لان النهاردة لو انت مش مبسوط وانت بتعمل الطبقة اللي انت بتطبخه التاكل مش هيطلع في حلم دي عن تجربة لو الواحد ما بيحبش اللي هو بيعمله مش هيطلع جميل بعد ما انا شوحت الفريك والصوت بتاعه وظهره هوت لان اريحة اه اتفضل ساعتك يا دفتا حضرتك يا فرنب بعد ما انا شوحت الفريك بتاعي علشان انا اديله الطعم والمذاكي التاني بنزل عليه شوية طماطم انت بخصرها اه اه طماطم دي ات مبشورة او ان انا ممكن اموتها بالسكينة هوا اتطاعها زي ما على حسب اه ست البيت ما تحب ان هي بالطرية بتاعتها ممكن تعملها في الخلاط ممكن تبشورها بعد كده هوت لان الطماطم لما بتنزل مع الفريك ومع الرز او مع الاكلات بتديها اه مادة صفتي يعني بتخليها طرية بعد ما انا بقلبه كده ساعتك يا فنم باجي ريحته هلو قوي بساعتين وهنا يا فنم ده ريحة السمنة دي ريحة السمنة البلدي حضرتك يا فنم والفريك لان احنا حضرتك يا فنم الطبقة ده من الاطباق اللي بيتميز بها بيت الكومي ان احنا عندنا اكل من صعيد مصر ومن شمال مصر والفريك دوت معمول عندنا في طاجل بيتعمل فيه بيتدفس فيه جواه في بعض بلد بتحط تدفس جواه حمام فيه بتحط جواه بط فيه بتحط جواه قرات اللحمة او الكفتة بنفس الطريقة بنفس الطريقة اللي حضرتك فنم بعد ما احنا بنجهزه باجي احط انا الملح بتاعي بحط حضرتك بشرة جسط الطيب المبشرة اللي بسمحت يا شيف شكرا لما انا ببشر شوية كده من جسط الطيب جسط الطيب دي بتديها مزاق اقول لك شكرا انا شيف ومعايا برضو من الحبهان بسيط باخد بعد كده حضرتك يا فنم السبع بوهارات بتاعتي من عطارة اولاين واحب انه اشيد بان في مطعم بيت الكومي ما بيستعملش غير عطارة اولاين لان عطارة اولاين من اجود العطارة المصرية اللي موجودة في السوق المصري واللي شرفت مصر في مسابقات عالمية ومحافل دولية بعد ما انا شوحت الفريق بتاعي بحب ان انا احط له اخر تطشاية صغيرة اللي هي معلقة من معجون طماطم علشان تديله اللون الوردي اللي انا عايزه وبعد كده بتديله المعيار بتاعه من المياه ده صمحت المياه شيف الصوت اللي انت بتحبه لا الصوت ده انا بعشقه مش بحبه لاني صوت الطشا ديت بتديك احساس كده بانتعاشه بعد كده اوض بحدي النار عجيه اه طبعا انا بعشق شغلك حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب لو صمحت يا شيف عبد الرحمن شكرا لحضرتك عشان نكمل بقية الطبع بتاعنا النهاردة اه بنحط طاصة تانية بنحط عليها مادة دهنية عندنا الكفتة الكفتة المكونات بتاعتها ان هي لحم بلدي بنحط عليه بصل والبهارات بتاعتنا العادية لو صمحت انت مجهز على الكفتة اه الكفتة انا مجهزة هي توعملها كرات جهزة اه تمام على اساس ان انا اسهل على كل الناس الموجودين اللي يشوفوني ويشاهدوني عارفين الكفتة بتتعامل ازاي بس في حاجة هنا في الكفتة تركاس وغيرها الكفتة ممكن نحط لها مية بصل وممكن نحط لها بصل مبشور ايه فارق بين الاثنين فارق بين الاثنين ان انا لو حطت لها مية بصل بيطلع المزاج بتاعها صوفت يعني طرية انما لو حطت لها البصل المبشور فيه ناس بتحب البصل جوه اللحم وفيه ناس ما بتحبهوش زي بالضبط الكفتة المشوية فيه ناس بتستعمل فيها مية بصل فيه ناس بتعمل فيها البصل المفروم النهاردة بعد ما انا اتصر بتاعتي سفند باديها المادة الدهنية بتاعتي بالزيت اللي هو الزيت لا انا بيت شاطرة خلاه ما شاء الله حضر الكفار بعد كده بنزل واحد بالكفتة بتاعتي بحاول ان انا بعد ما اتخلط من اي شيء بحاول ان انا اقلب شي دهوت لحد ما ايه ما اوصل للتحمير بتاع الكفتة بتاعتي استحمل من كل جهة عشان كده ااخدها بعد كده في صانية واحطها جوه الفر بتكمل النص السوى الاخر بتاعها تركزوا معايا بقى يا جماعة عشان انا مش بعرف بس واشاك نتقول حاجات مهمة حب اشيط بحاجة حضراتي في مطعم بيتي الكومي احنا بنستعمل كل اللحوم بتاعتنا لحوم طازجة لحوم فرش هفيش اي نوع من انواع اللحوم داخل بيت الكومي سواء اللحوم اغنام او لحوم ابقار الا وهي فرش من مزارعنا كذلك احنا بنستعملش الا كده الكفتة بتاعتي اتدخلت في مص السوى بقى اطلب من الشيف عبدالرحمن المساعد بتاعي هو دي مصطانية لو سمحت يا شيف شكرا يا شيف كده الكفتة بتاعتي اتحمرت باخدها احطها مصطانية هو ليه الواحد ده ما بتفرج على الاكل وهو بيتعامل يبقى طعمه احلى ما بياخده كيف حضرتك يا فندم الاكل ريحة الاكل بحد ذاته يا فندم بتديكي شعور بالسعادة اه لان الاكل لما يبقى معمول وهو ريحته جميلة بفتح الفرن بتاعي بحط الكفتة وبجهز الطاجم بتاعي علشان اغرف الفريق تكون الكفتة بتاعتي انتهت هي بتستوي دلوقتي كده خلاص هي بتستوي ساعتك يا فندم لو سمحت هيش في الطاجم شكرا لحضرتك انا كده تركت الفريق بتاع مدة من خمستاشر لسبعتاشر دي اقصى حاجة لو انا عايز اسويه سوا كامل اوي اوي بخليه يقعد في حوالي 20 دقيقة الفرق حضرتك يا فندم فيه ناس بتحب الفريق مفلفل زي بالضبط الفريق لما بنيجي نحشيه جوه الحمام فيه بيحبه الفريق جوه الحمام مستوي اوي اه وفيه ناس بتحبه انه هو حلو كده فيه ارشة لذيذة فيه فلفلة فهنا النهاردة بسويه السوا بتاعه 3 اربع سوا وبعدين بحطه في الطاجم ريحته حلو الريحة دي الفريق نفسي يا فندم وبعدين بياخد التست والمذاك الجميل دواته الفريق بتاع حضرتك يا فندم ان لما بحطه هنا في الطاجن بكون اللحمة الكفتة بتاعت استوت بتفس الكفتة جوه الفريق علشان كده ده اسمه طاجن كفتة مدفوسة في الفريق وقت تلك المكانة ممكن يبقى فيه حمام ممكن يبقى ساعتك حمام ممكن تبقى لحمة ساعتك ممكن حد بيحب اه اوات ايفر اي نوع من انواع الطيور حضرتك نعم انما احنا بيتميز الطبقة بتاعنا دوت ان هي كفتة مدفوسة في الفريق وبعدين بتدخل الفرن نعم انا حضرتك دلوقتي انتهيت من الفريق هغرف الفريق بتاعي رحة جميلة 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 انا سعيد ان موجود مع ساعتك يا دكتور تمام بعد كده ما انا اتأكد خلاص تمام اتأكد ان الطاجن بتاعي الجميل دوت هبتدي اجهزه عشان احطه جوه كفتة وادفوسه في الفرن فاطلع كفتة بتاعتي استوي بقى خلاص ايوة بحط الكفتة بتاعتي كده هوت في الطاجن وبعد كده الطاجن بيبقى جاهز ان هو يدخل الفرن على ما نخلص الطاجن هنطلع فاصل صغير ونرجع ونشوف هتأكلني ايه تقن تحتهم رحضوا ليكفل اشتركوا في القناة وبركة بتدخل بيوتنا وبلدنا مفيش في الدنيا أجمل من دحكة الطفل ده وحنية الأم دي ورضى الأب ده هم يستاهلوا حياة كريمة وانت تستاهل السعادة لأن ربنا جعلك سبب في تغيير حياتك ورجعنا بعد الفاصل ومكملها قاعدتي في المطبخ مع الشيب صارح هتعمل إيه تأيدي؟ أنا أول حاجة حضرتك يا دكتور هتطلع الطاجر الفريق المدفوس فيه كفتة وبعد كده هعمل لحضرتك طبق مصري صاميم اللي هو الرؤى باللحمة المفرومة بعد إذن حضرتك انت كده هسبتو في الفرن هادي أشف صارح قاعد حضرتك في الفرن بحوالي اتناشر ديئة الخمستاشر ديئة أوكي لو سمحت يا شيف طبق أحتاج أن أنا أعمل لمسة جمالية لطاجن بتاعي أعمل له جرنص صغرنا كده هوت أنا مجحزه له العين بتاكل قبل البطن دايما نقوله كده لابد إن هي اللامسة جمالية اللي هي إحنا بنستعين بيها وده الطبق بتاعنا الأولاني النهاردة تسلم إيدك قلب شكر فينا حضرتك الطبق بتاعنا المكونات بتاعته هي الرؤاء الرؤاء المصري الصاميم بتاعنا اللي بيتعمل في كل البيوت المصرية في مناسبات رمضان والأعياد أم أي صانية رؤاء بتتعمل من عشر رؤاءات أو اتنشر رؤاء المقادير بقى اللي هنجهزها إيه؟ المقادير بتاعنا رؤاء لحمة مفرومة بالبصل المقادير بتاعتنا لحمة اللي احنا بنحشي بيها الرؤاء وبعد كده هوت بنحط لها السمنة بنحط لها الزيت ونديها البهارات بتاعتها تدبيلة اللحمة المفرومة العادية تدبيلة اللحمة المفرومة العادية بس أنا بستعين بيه؟ أيوة؟ إن أنا ممكن أخلي اللحمة مع البصل إنما لو أنا شوحت البصل الأول ونزلت عليه اللحمة أوقات اللحمة بتإيه؟ بتغمأنا دي تركاية بقى بتاعتك آه أنا بحب دايماً أعمل إيه؟ أخلط اللحمة مع البصل ونزلها على النار بحط المادة الدهنية بتاعتي الزيت بعد كده سمنة البلدي لابد مفيش أكل يطلع نفسه جميل ورائع ولذيز إلا لازم يكون فيه إيه؟ تركاية السمنة البلدي بعد كده هو بتأكد إن المادة الدهنية بتاعتي ساحت وسخنة بقلبها شوية طبعاً أنا البخار اللي طالع جنبي من الحلة التانية دي دي شربة بتاعت مرأة بط أو فراخ لابد إن أنا أجي لما أسقي اللي هو بتاعي لازم تكون بشربة شربة من الطيور وشربة تكون بلدي آه أو لو عندي شربة لحمة ممكن برضو إن أنا إيه؟ أحلى شربة تبقى إيه؟ بقى بتديها هدعم أحيلي؟ هو حضرتك على حسب الأزواق فيه ناس بتحب شربة البط رغم إن هو دسم دلوقتي أنا هنزل اللحمة بتاعتي وأرجع لحضرتك وقولك الصوت التشتشى ديت بيعجبني جداً وبيسعدني جداً وبيخليني أنا في حالة أنس وفرح علشان بيتحسي بتعمل حاجة وبريحتها الرؤية ده من الأطباء الرئيسية ببيت الكومي يا شوك نعم يا فندم عندنا حضرتك الرؤية ده من الأطباء الرئيسية ببيت الكومي وبنعمله الحمد لله بالطريقة المصرية الصميمة اللي هي بتاعة أهلينا وأجدادنا الموجودين في ريف مصر في صعيد مصر أنا دلوقتي بشوح اللحمة بتاعتي الأكل الحلو اللي يشبع طبعاً يا فندم ما فيش أكل حضرتك هتكليب بيتي كومي إلا وهتكون علامة من علامات المطبخ المصري القديم المعاصر التراصي اللذيذ إن إحنا تميزنا بإن إحنا بنقدم أكل تراصي مصري كل دلوقتي الأكل اللي تحول لمصر دلوقتي يتحول لأكلات سريعة وتحول لأكلات آآ مفيش ده أنا أذكر طبعاً يعني بيزة بعض الدول اللي هي دلوقتي توجهت للأكل دوت حضرتك أنا دلوقتي اللحمة بتاعتي فاضة لازم إن أنا أحاول إن أنا دايماً أقلب عليها كدو هوت عشان تكون وصلت معايا لدرجة السوا بتاخد معايا اللحمة بالضبط من حوالي سبع دقايق لعشر دقايق تسويه نشيل أنا اللحمة أحطها هنا هوت على الجنب دوت وبجهز حضرتك فاندي بلسطينية اللي أنا هحشي فيها وهرس فيها الرؤاء بعد بل مية بتاعتي بتاع الشربة شربة البط أو الفراخ أو اللحمة اللي أنا هسقي بها الرؤاء بيكون جاهزة بيكون معايا الفرشة بتاعتي والشربة بتاعتي بكون مديها الملح بتاعي ومديها الحبهان ومديها بشر الجسط الطيب المبشرة لو سمحت يا شيف كل المذاقي العالي دوت بيديني انطباع بالسعادة والفرح شكراً عامل شغل إنت عبد الرحمن اللي شيف عبد الرحمن ده من الجيل الصاعد في مطعم بيت الكومي ما حب أنا دايماً أطعم الشربة بتاعتي بإنها نديها معلقة بسامنة بلدي علشان وأنا بسق بيها الرؤاء بتاعي بسامنة البلدي دي بتنزل كده تبقى سايحة على الرؤاء بتاعي عطتها على الشربة عطتها على الشربة عطتها على الشربة عندي أنا هنا هو أتنعصك لحمة تانية علشان الصينية كلها تبقى معايا كويسة كده اللحمة كلها بتاعتي جاهزة أنا عايز أحشي أشيل اللحمة بتاعتي أحطها هنا هوت أيوة وأقول بسم الله الرحمن الرحيم أجيب الفرشة بتاعتي الفرشة بتاعتي بيبقى عندي هنا هو سامنة بدهن الصينية بتاعتي كويس من السامنة عشان الرؤاء ما يلزقش فيه عشان الرؤاء وبعدين بعده بحط رؤاء رؤاء في هنا تركاية صغيرة أيوة أنا باخد الرؤاء إن أنا بمسكه كده بلف بيه بقبله وبلقيه باللوج أو بالمعلقة بالمغرفة بتاعتي أه اللون الأحمر دوت هو اللي بيبقى في النص واللون الأبيض هو اللي بيبقى تحت بحط أول واحدة وبمشي على طول دايما كده واحدة مع واحدة بعد ما ابتدي أخلص الرؤاء الأولانية اللي هي في بعض البيوت بتحب خمس رؤات وبعض البيوت بتحب ست رؤات بتفرق في إيه العدد؟ بتفرق حضوريك فنم فيه حد بيحب الرؤاء عالي اه فيه حد بيحب الرؤاء متوسط وفيه حد بيحب إن أنا أعمل الطبقة بتاعة الرؤاء بتاعي حشو حشوتين وفيه حد بيحب إن الحشو حشو مرة واحدة فأنا هعمل الحشو مرتين كل ثلاثة كل ثلاثة أحط فيها شوية لحمة البهارات بتاعتي بتاعة اللحمة بتاعتي العادية اللي هي الملح والفلفل ده السبع بهارات أخلا سنع لا حضرتك فنم البهارات ديت من معتارة أون لاين بتاخد سبع بهارات وبتاخد ملح وفلفل بتاخد سنة بسيطة من الكوزبرة ورشة بسيطة من الحبهان أنا بعد ما حطيت الرؤاء بتاعي نزلت طبقة من اللحمة وبحاول إن أنا أفرشها على الصينية بتاعتي في كل جنب بوزع اللحمة بتاعتي في كل جنب وأخد تاني طبقة تانية من الرؤاء بتركيا الجزء المحمر اللي يفوقه تقريبا بحظ المحمر ليه لأن حضرتك بيجي هنا هو الرؤاء لما بيجي يعملوه ستات البيوت طبعا مش كل ستات البيوت بيعملوا رؤاء ساعتك فنم إنما في ناس مخصصين في القوات بتاعة شهر رمضان المبارك وفي ناس مخصصين بيعملوا رؤاء بيتودلهم حضرتك أنت الدقيق وهم بيعملولك رؤاء وبيجيبوه إحنا لو لقينا مثلا واحدة مكسورة زي دي نقدر إن إحنا نعالجها إن إحنا برضو نمسقينها معنا ونحطها في الصينية بتاعتنا عشان نستفيد بكل حاجة موجودة معنا أنا معايا هنا هوت في 12 رؤاء عملت الصينية بتاعتي على 3 طبقات حطيت 3 وبعدين حطيت لحمة وبعدين حطيت 3 تاني وبعدين هحطي لحمة وآخر حاجة هحطي آخر 3 هما دول إنت حطيت اللحم على طبقتين على طبقتين ديها بيبقى الصينية غنية يعني وإنت بتكليها بتبقى جوسي كده لذيذة في ناس بتحب طبقة في النص بس في ناس بتحب طبقتين بعد ما أنا وزعت اللحمة بتاعتي كويس وانبسط باجي أخد الطبقة الأخيرة أحب أذكر إن أنا الشربة بتاعتي حاطت فيها سمنة بلدي لو أنا مش حاطت سمنة بلدي في الشربة بتاعتي أحتاج إن أنا كل رؤاقة أدهنها بالسمنة البلدي إنما أنا الشربة بتاعتي دسمة وقوية وبحديها البهارات بتاعتها والسمنة البلدي اللي هي فيها اللي هي الطعم لإن أنا آخر حاجة بعد ما أخلص الصينية بتاعتي أحط حدهن الصينية بتاعتي بالسمنة البلدي قبل ما دخلها الفرن في بعض البيوت بيحبوا يعملوا بالرؤاء الطريق الرؤاء الطريق دا حضرتك فندم اللي هو بيبقى بيتلف كده زي العيش زي الجلاش زي الجلاش ساعات الجفن ففي بعض الناس تقول لا أنا والله بحب أكل الجلاش بالرؤاء الطريق وفي ناس بتحب تاكلوا بالرؤاء الناش حسب الأزواق فالطريقة دي تمشي والطريقة دي تمشي أرجع بقى لحضرتك إن أنا الوش الأبيض بخليه فوق بقول البولة بتاعتي والحلة بتاعتي دي شكرا والشربة كده مرسي قوي وبشيلها من عندي من على النار عشان لما أجي أشتغل أدهن ودي برضو بقول لها شكرا فاضل أنا دلوقتي عندي إن أنا الوش الأخير هحتاج إن أنا أدهنه بالسمنة البلدي بحط كده معلقة حلوة كده تمام عشان أشرب الوقت بتاعي من السمنة البلدي وادهنه كل ناحية كده في كل مكان والفرن بتاعي بكون مولعه وهو متوسط الحرارة بحط الصينية بتاعتي في المنتصف ولو حسيت إن الروعة بتاعي مستواش من تحت بطفي من فوق وبولع من تحت وبياخد الصينية في الفرن بالضبط حوالي من 12 ل 14 ديعة أنا كده هدخل الروعة بتاعي شوفوا الجمال والحلوة والطعامة مش هتلاقي رؤاة زي دوة إلا ببيتي كومي أنا علشان وقت البرنامج أنا مجاهز صينية تانية كانت موجودة أثناء ما كنت بعمل الرؤاة وكده الرؤاة بتاعي تلع وهي دي صينية الرؤاة المصرية الأصيلة الجميلة من فضلك يا شيف طبعا شكرا يا شيف ودي صينية الرؤاة بتاعتنا اللي احنا عملناها بحب وهي من المطعم المصري الأصيل المتقصل الموجود في شمال مصر وصعيد مصر أتمنى تكوني نهاردة الحلقة عجبت حضرتك يا دكتور تسلم إيه دك يا شيف صالح نور تاني وأتمنى كل اللي بتفرجوا عيني يكونوا بتستمتعوا بمطبخ ببيتي الكومي متشكرة الشيء بصالح متشكرة للعبد الرحمن أتمنى أن الفقرات كلها تكوني عجبتكم النهاردة هتبحشوني أول حد ما أشوفكم الأسبوع اللي جاي أشوفوا الشيكرة خيرا شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر